ألقت شرطة نيويورك القبض على ستوارد سيلدويتس، الذي عمل مستشاراً للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على خلفية ظهوره في مقاطع مصورة يضيق شاباً مصرياً ويصفه بالإرهابي، وقالت شرطة نيويورك في بيان قبض على ستوارد سيلدويتس 64 عاماً، الذي شغل سابقاً منصب نائب مدير مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية أمس الأربعاء بتهم المضايقة المشددة وجرائم الكراهية والمطاردة التي تسبب الخوف والمطاردة في مكان العمل. وحسب بيان الشرطة، فقد صرح ضحية يبلغ من العمر 24 عاماً للشرطة أن شخصاً اقترب منه في مكان عمله مرات عدة وأدل بتصريحات معادية للإسلام أكثر من مرة في تواريخ مختلفة، مما تسبب في شعور الضحية بالخوف والانزعاج. من جانبه، كشف الشاب المصري محمد حسين أنه بات يخاف الذهاب إلى العمل منذ تعرض سلدويتس له قبل نحو أسبوعين.